موسيقى 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 رئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج وغيرها من الشركات الفرنسية موسيقى موسيقى استمرار التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب موسيقى موسيقى وبايدن يتعهد بأن يكون رئيسا موحدا للولايات المتحدة الأمريكية موسيقى 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 السادسة مساءنا رابعة في جرانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع همام جاهد أهلا بكم شكرا جزيلا لك شادي وأهلا بحضراتكم مشاهدين العزائي في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وأنا استهلها من رئاسة الجمهورية حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شركة أورنج العالمية للاتصالات ستيفن ريتشارد بحضور وزير الاتصالات وكبار مسؤول الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمية هذا وقد أكد الرئيس السيسي تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج وغيرها من الشركات الفرنسية في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية في كافة المجالات أخذا في الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحاول الرقمي والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة وقال المتحدث الرسمي باسم الرئيسة الجمهورية سفير بسامراضي أن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة أورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة استثماراتها في مجال خدمات الاتصالات والتطبيقات الداعمة لأنظمة الاتصالات المختلفة وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدما بعمليات الشمول المالية يوصل الناخبون في الداخل التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وتجرى الجولة بالداخل على مدار يومين في 13 محافظة بين 220 مرشحاً على 110 مقاعد بمحافظات لم يحصل المرشحون فيها على الأغلبية المطلقة باستثناء محافظة البحر الأحمر التي حسمت النتيجة من الجولة الأولى هذا أتلقى اللواء محمود شعراوي وزير الترمية المحلية تقريراً حول سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وذلك لمحافظات المرحلة الأولى واطمئن اللواء شعراوي على فتح كافة اللجان الانتخابية في موعدها وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وعدم حدوث أي مشكلات أو معوقات وشدد شعراوي على وقوف كافة العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في جولة الإعادة والحياد التام خلال عملية التصويت مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية دكتور خالد قاسم تواصل الوزارة مع المحافظين لتأكدين من تطهير وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت واضف قاسم خلال اللقاء خاص مع أكسترانيوز أنه تم وضع مضلات أمام لجان المحافظات المتوقع سقوط أمتار بها وتوزيع سيارات الإسعاف على اللجان الانتخابية تشكيل الغرفة نقاط اتصال هنا بتربط مع 13 غرفة أزمات وعمليات في وزارة تنمية المحلية على مستوى المحافظات المصرية بالإضافة إلى الغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزر هنا طبعا فيه تنسيق مع اللجنة العليا أو الهيئة العليا للانتخابات كما حضرتك تعلمي أنه يعني قبل استعراض تقرير الساعة 2 خلينا أقول لحضرك أنه إحنا بنتكلم في 4289 مركز انتخابي بيضموا بالتبعية 8169 لجنة فرعية مفروض الناخبين 25 مليون 728 ألف 467 ناخب كل دول يا فندم حضرتك منتكلم في متنافسين على مستوى 13 محافظة 214 متنافس بيتنافسوا على 106 مقعد على مستوى 13 محافظة حضرتك 8169 لجنة فرعية طبعا دولة متمركزين على مستوى 13 محافظة في عمليات التطهير والتعقيم بالتم زي ما أكد مع الوزير لواء شعراوي مبارح في اتصاله مع السادة المحافظين في 13 محافظة التأكيد على التنسيق مع قوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والوزارات المعنية والهيئات الخدمية المعنية في تمركز السيارات في توفير كل الخدمات اللوجستية لزملائنا قائمين على العملية انتخابية حتى مقرات إقامتهم تطهيرها وتعاقيمها من جانبها أكدت غرفة عمليات التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام التصويت في أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وبدأت غرفة عمليات التنسيقية عمال الرصدي والمتابعة بألف وخمسمائة متابع حيث ستواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وتظل في حالة عقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت غرفة العمليات المركزية بتنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين لديها ألف وربعمائة متابعة على مستوى كافة المحافظات التي تجري بها الإعادة 13 محافظة في المرحلة الأولى في محافظات فيها عدد كبير من الدوائر بتجري فيها الإعادة وفي محافظات عدد محدود من الدوائر احنا بنغطي تقريبا حتى هذه الساعة أكتر من 90% من الدوائر نفسها لتجري فيها الإعادة إن شاء الله على مدار اليومين هنكون نغطينا 100% من الدوائر لتجري فيها الإعادة بمتابعتها من خلال متابعين ورصد ما يجري من إجراءات العملية الانتخابية وسلامتها حتى الآن على مدار الساعة يعني اللي رصدناه إنه اللي جنف تتحت في موعدها فيه التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لا يوجد مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاية العملية الانتخابية في تطبيق كامل لقارات الهيئة الوطنية للانتخابات في اللي جن الفرعية المختلفة بمختلفة 13 محافظة التي تجري بها جولة الإعادة استقبل اللواء محمد الشريف محافظه الإسكندرية وفدا من مراقب الانتخابات البرلمانية التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعتات الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب كما قام المحافظه ووفد جامعة الدول العربية بجولة تفاقدية لبعض اللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية عمل البعتة طبعا خاضع لبرنامج تحرك وانتشار في مجموعة من المحافظات المصرية واليوم نتشرف بالتواجد بهذه المدينة الخلابة بمحافظة الإسكندرية بمعية معالي المحافظ الذي تكرم رغم التزاماته القوية بتقديم عرض شامل ومدقق عن الإجراءات والترتيبات المتخدة على المستوى التنظيمي لهذا الاستحقاق الوطني الهام وفعلا أتيحت لنا الفرصة من خلال عرضه القيم للاستماع للجهود التي قامت بها المحافظة كجهاز تنفيذي للإشراف على جميع الجوانب التنظيمية واللوجستية والصحية والخدماتية لإجراء هذا الاستحقاق هنا في محافظة الإسكندرية في أحسن الظروف طبعا كجانب آخر من هذا العمل كان عندنا فرصة كذلك للاستماع لطريقة أو آليات عمل غرفة العمليات هذه المؤسسة التي تعمل تحت مضلة المحافظة بطبيعة الحال والتي تضم كل القطاعات وحقيقة وبكل موضوعية وتجرد لاحظنا أنها تقوم بعمل على مستوى رفيع ومحكم ودقيق في متابعة كل الأمور التي تخص هذا الاختراع اخترع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اتبعناها وملتزمين بها وكل واحد بيدخل لجنة ملتزم بهذه الإجراءات ده عشان نطمن المواطنين الأمر الثاني إحنا بنهيب جميع المواطنين في إسكندرية إحنا الدولة جهزت كل ما يوسر العملية الانتخابية وزي ما قلت الصفحة عملية الإدلاق بالصوت مش هتاخد أكتر من دهائتين لثلاث دقائق نهيب المواطنين أنهم ينزلوا ويشاركوا في العملية الانتخابية ويدوا المرشحين عندهم اللي هم عاوزينهم واللي بيحبوهم محدش بيرغم أي ناخب على الإدلاق بالصوت ولا أي مرشح يأتي هذا بينما توصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب وكانت الوزارة قد اعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلاقهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها بعدما حققته أجهزة وزارة الداخلية من نجاحات في تأمين انتخابات مجلس النواب في مرحلتيها الأولى والثانية تواصل جهودها لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الأولى في هذه الانتخابات في إطار خطة التأمين الشاملة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين تلك الانتخابات بكافة مراحلها وحتى تسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جو من الأمن وقد اعتمدت خطة التأمين التي تنفذها عناصر ذات كفاءة وجاهزية وانضباط على وجود وانتشار للخدمات الأمنية أمام كافة مراكز الاقتراع في المحافظات المعنية بجولة الإعادة تستطيع أن تتعامل بشكل فوري وسريع مع كافة المستجدات الأمنية وما يخل بالأمن العام ويؤثر على سير الانتظام عملية الاقتراع كما يتم تسيير الدوريات الأمنية والأقوال وعناصر من قوات التدخل السريع في الشوارع والميادين وبمحيط اللجان لتحقيق السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتستطيع بما لديها من تجهيزات أن تتعامل بشكل فوري مع أي خروج عن القانون من خلال رصدها لمستجدات الحالة الأمنية على مدار اليوم وتم وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية مع تفعيل الدور الأكمنة الثابتة والمتحركة وتدعمها بعناصر مجهدة ومدربة لإحكام السيطرة الأمنية على المحاور والطرق الرئيسية بخاصة تلك الرابطة بين المحافظات مدية أنسكندرية والإفادة عن انتظام سير العملية الانتخابية والحالة الأمنية بكاف القطاعات المدرية تفضل يا فندي تمام يا فندي من انتظام الحالة الانتخابية في مطاق مدية أنسكندرية وانتظام كافة الحدناء بينما ترصد غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية ومن خلال تواصلها مع غرف العمليات والمتابعة بمدريات الأمن انتظام سير عملية الاقتراع وخطط انتشار القوات وتزديل العقبات أمام الناخبين إن وجدت خطط أمنية ذات كفاءة وفاعلية وعناصر شرطية تستوعب تلك الخطط وتطبقها ميدانيا باحترافية بما ينعكس على النجاح الكامل في تأمين كافة الاستحقاقات الدستورية ويؤكد قدرة أجهزة وزارة الداخلية وجاهزيتها على تنفيذ ما يوكل إليها من مهام لبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مرسله اكترا نيوز في محافظات هذه الجولة من الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب مع نساريا ياسين من الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا معنا محمد بهاء من الجيزة عوض الغنام من سهاج محمد عبد العزيز من البحيرة أرحب بكم جميعا وأبدأ معك محمد عبد العزيز من البحيرة والصورة من عندك لو سمحت شادي وأهلا بشتادة المشاهدين ما زلنا مستمرون في تغطية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب من محافظة البحيرة هذه الانتخابات التي تجرى تحت إجراءات احترازية مشددة وأيضا شهدت قبل حوالي ثلاث ساعات قبال متزايد من جانب الناخبين وينضم إلينا الآن اللواء هشام أمنى محافظة البحيرة برحب حضرتك يا فندم على شاشة إكسترونيوز أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين حضرتك قمت بعدة جولات تفاقدية على اللجان وأيضا ترقصت غرفة العملات الرئاسية بمجمع ضمنهور الثقافي هل تم رصد أي ما يعوق سير العملية الانتخابية أم لا؟ لا العملية الانتخابية بتسير طبعا بطريقة منتظمة منذ بدء الانتخاب اليوم فيش أي مشاكل في المحافظة في تعاون كبير من مدريت أمن البحيرة وسيطرة كاملة على جميع اللجان الموجودة عندنا جوا محافظة البحيرة تسع لجان عامة وعندنا 1296 لجنة فرعية بنقترع على 18 مقعد لـ 38 مرشح إن شاء الله نتمنى اليوم التوفيق بإذن الله كيف المحضرة توجهها للناخبين بمحافظة البحيرة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي؟ طبعا بقول للناس انزل شارك قول كلمتك يعني اختار المرشح الذي يمثلك الدولة تؤدي بنجاح الدولة موجودة على الأرض في مشروعات قومية عظيمة قول المرشح واختار المرشح اللي هو هيمثلك ويمثل صوتك ويحقق لك اللي انت بتتمنى مع الجهاز التنفيذي بالدولة احنا بنرحب طبعا بأي حد ينتخب الشعب هيتعامل معنا وإن شاء الله أنه يكون إدينا في إديهم لننجز على الأرض ما يسبق ليه الشعب المصري بإذن الله اللي هو يا شامعة أمن وحافظة البحيرة بنشكر حضرها فانده وبالتوفيق شكرا يا فانده بهذا يا شادي نكون قد ألقينا الدوء على جولة العادة من تخبات مجلس النواب محافظة البحيرة حتى الآن عودة إليك يا شادي في الإستوديو شكرا لك محمد عبد العزيز وشكرا من وصول بالطبع إلى ألواء هشام أمن محافظة البحيرة وبأشرة إلى القاهرة وتنضم إلينا من هناك الزميلة ساريا سين مرسلتنا من داخل الهيئة الوطنية لانتخباتها هل بيك سريا في هذه الجولة الإخبارية لم يتوقع سواء أقل من ثلاث ساعات حول أو على إغلاق صلاتيق الاقتراع في اليوم الأول لهذه الانتخبات كيف تسير أجواء الانتخبات حتى هذه اللحظة شكرا جزيلا الهيئة الوطنية الانتخابات لازلت مستمرة في العمل تحديدا من خلال غرفة عملياتها التي تعمل على مدار الساعة بالطبع من الساعة التاسعة صباحا من بداية فتح اللجان والتي بدأت طبعا بمتابعة عملية فتح اللجان وطبعا بداية أن بدأت العملية الانتخابية داخل كافة اللجان في الثلاثة عشر محافظة في هذه الجولة التي تعد طبعا الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب غرفة العمليات والمشكلة من عدد من القضاء حوالي عشرة قضاء في الهيئة الوطنية الانتخابات يرأس بالطبع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات المستشار رشين إبراهيم والتي كما ذكرت تعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوة تعمل أيضا على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية من خلال التواصل مع كافة المحافظات التي تجري فيها هذه العملية والتعرف على سير العملية حتى الآن أيضا تستقبل الشكاوة على مدار اليوم سواء من قبل المرشحين أو سواء من قبل الناخبين على مدار اليوم حتى في مقرها هي أيضا تستقبل هذه الشكاوة من كافة المرشحين إذا يعني أرادوا أن يتواصلوا مع الهيئة بشكل مباشر يعني هذه العملية التي استمرت وبدأت طبعا من بداية اليوم بعملية تطهير اللجان خاصة اللجان الفرعية والتي يبلغ عددها 8169 لجنة فرعية هو واحد من بين أهم وأبرز الإجراءات التي أكدت عليها الهيئة الوطنية أكثر من مرة بالالتزام بتطهير اللجان خلال اليومين يومي الانتخابات في جولة الإعادة هو أمر نشهده منذ بداية الانتخابات طبعا في الوقت الحالي وفي خلال الأزمة الحالية فيروس كورونا طبعا يعني والتي بدأت طبعا من انتخابات مجلس الشيوخ أيضا عدد كبير من اللجان تتابع أو اللجان العامة هناك حوالي 58 لجنة عامة تتابع معها الهيئة الوطنية للانتخابات وتنسق معها سير العملية الانتخابية حتى أنها تتابع مع مختلف الوزارات مثل وزارات التنمية المحلية التي تنسق أيضا مع غرفة عملياتها أيضا غرفة عمليات وزارة الصحة التي تعمل بدرجة استعداد قصوى سواء في المستشفيات المركزية أو من خلال الفرق الطبية لديها في المحافظات التي تجري في هذه العملية الانتخابية طبعا هناك أكثر من 25 مليون ناخب و700 ألف ناخب 25 مليون و700 ألف ناخب بحق لهم التصويت في جولة الإعادة طبعا بعد خروج محافظة البحر الأحمر وحسن طبعا هذه المحافظة من الجولة الأولى للانتخابات أيضا تم حسن نظام القائمة في الجولة الأولى بعد طبعا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بأكثر من 50% من الأصوات الهاية الوطنية ورفت عملياتها كما ذكرت مستمرة على مدار الساعة تتابع وتراقب هذه العملية هي أيضا تخرج لنا ببيانات على مدار الساعة بيانات تخص الشكاوى التي وصلت حتى الآن تحديدا إذا ما كان هناك شكاوى تعرقل من سير العملية الانتخابية لكن حتى الآن ما شاهدناه الهاية الوطنية الانتخابات لم تخرج بأي بيان يخص أي شكاوى تحديدا شكاوى تعرقل من سير العملية الانتخابية لذلك طبعا ربما في الجزء الأخير من اليوم الأول لكنها حتى الآن لم تخرج بأي بيانات تخص الشكاوى أو عرقلة العملية الانتخابية في اللجان المختلفة في 8000 أو أكثر من 8000 لجنة فرعية طبعا مع استمرار عملية الانتخاب في الخارج اليوم هو اليوم الثالث لهذه العملية بعد حوالي ساعات من الآن في 124 دولة تنتهي اليوم عملية الاقتراع في الخارج والتي طبعا تستقبلها البعثات الدبلوماسية في الدول طبعا خارج مصر يعني طبعا في انتظار بيانات الهيلة الوطنية الانتخابات تحديدا البيانات التي تخص أي شكاوى من قبل المواطنين لكن حتى هذه اللحظة سارية الأمور تسير بسلاسة ويسر في كافة اللجان الانتخابية سواء هنا في الدخل أو حتى في الخارج في السفرات والكنسوليات في الخارج على أي حال الزميلة سارية ياسين مراسلاتنا من داخل الهيئة الوطنية الانتخابات شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة ونذهب الآن إلى الجيزة يوجد هناك محمد بهاء ويطلق على الصورة أهلا بك محمد وهذه الساعات القليلة دائما ما تشهد يعني يمكن تواجدا أكثر كثافة من ساعات النهار هل هذا ما حدث فعلا في الجيزة؟ تحياتي لك أولا شهد وتحياتي بالطبع للزميل همام مجاهد ولسادي مشاهدي أكستر نيوز في هذه المتابعة المباشرة للنطف الثاني من اليوم الأول من جولة العادة لها المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تجرى في 13 محافظة من ضمنها محافظة الجيزة حيث نحن متواجدون وتحديدا تجرى الانتخابات في محافظة الجيزة في دائرة واحدة فقط هي دائرة الثالثة دائرة البدرشين والعياد كما ذكرت وأجيب على سؤالك بالفعل الأقبال يبدو جيدا لسياما من بعد فترة النصف الثاني وبعد استكمال عملية الاقتراع والتصويت والتي بدأت في تمام الساعة الرابعة عصرا ومستمرة حتى الساعة التساع أقل من ثلاث ساعات تفصلنا عن نهاية اليوم الأول من عملية الاقتراع والتصويت والإقبال كما ذكرت لك يبدو جيدا خاصة من فئات السيدات وكبار السن بفعل السيدات في هذه المنطقة حيث نحن متواجدون داخل أحد مراكز الاقتراع وهي لجنة مدرسة الشهيد طلعت لإسطنبولي وتحتوي على ثلاث لجان فرعية رصدنا فيها إقبال من كبار السن وخاصة السيدات في هذه المنطقة التي يتم فيها الانتخاب بنظام الفردي على مرشحين مقعدين فقط وتنافس أربع مرشحين على هذين المقعدين بعد أن تم حسم مقعد واحد لهذه الدائرة حيث أنه مخصص لهذه الدائرة ثلاث مقعد أحد عشر دائرة انتخابية أخرى في محافظة الجيزة تم حسم الانتخابات بها حيث كان يتنافس في مجمل محافظة الجيزة بالنظام الفردي 362 مرشح على 23 مقعد تم حسم 21 مقعد وتبقى هذين المقعدين في هذه الدائرة دائرة البدرشين والعيات وكما ذكرت لك الأقبال يبدو جيدا ومستمرين في اللجان بالطبع للجان الفرعي مستمرة في استقبال الناخبين والمصوطين حتى يستكملوا الاستحقاق الدستوري في هذه الانتخابات شكرا لك محمد بهاء كنت معنا من الجيزة مراسل أكستر نيوز الآن مباشرة نذهب إلى الزميل عوض الغنابة الذي ينضم إلينا من محافظة سهاج أهلا بك عوض في هذه الجولة الإخبارية هل يبدو الوضع لديك مشابه لما يتحدث عنه الزميل محمد باء في الجيزة من تزايد عمليات الإقبال وإقبال الناخبين في ختام اليوم الأول من عملية التصويت نعم همام هناك تباين ما بين الانتخابات سواء في الحضر أو في الريف تعرف أن المجتمع هنا في سهاج هو مجتمع ريفي بامتياز وهذا التباين تم رصده من خلال غرفة العمليات هنا في المحافظة التي يشرف عليها بشكل مباشر محافظ سهاج أهم ملامع معالم هذه المتابعة لأنه لم يظهر حتى الآن ما يؤثر سلبا على صف العملية أو يعكر على صف العملية الانتخابية التي قدمت إليها كل الدعم لجزء الكامل من خلال التعاون بين كل الجهات التنفيذية هنا في محافظة سواء لكن هناك ملاحظات عدة سحاول أرصدها لك سريعا في المشهد الانتخابي لحظنا رصدنا حتى هذه اللحظة من سو الساعة التاسعة صباحا حتى الآن الملاحظة ربما الأهمة على الإطلاق هو تعاود الناخب المصري بعد استحقاقات الانتخابية الخمس في وقت قياس نحو مئة يوم على الإجراءات الاحترازية والتباعد يعني غالب الناخبين الذين كانوا يدخلون هذه اللجانة كانوا يأتون معهم الكمامات نادرا للغاية أن يأتي ناخب بدون أن يكون معه كمامة وبالتالي هذا نعكس إجابا من خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة نتكلم عن الاستحقاق الخامس كان مجلس الشورى ثم عدد في مجلس الشورى ثم الجولة الأولى ثم السنية نحن الآن نتحدث عن الإعادة في الجولة الأولى الملاحظة السنية هو حضور إيجابي للمجتمع المدني متمثل في عدد جهات مجلس القومي للمرأة هنا في سواج كان لهم مبادرة رائعة طالف فيها المرأة السعادية تحديدا السواجية بالذهاب بالاستحقاق الدستورية الذي أعطاه لها الدستور المصري وتستحب معها أولادها وفراد أسرتها وكانت هناك فكرة اسمها طرق الأبواب طرقت من خلالها أبواب المرأة هنا لحصها للذهاب لتفعيل هذا الحق الدستوري المبادرة الثانية أو الملاحظة الثالثة عفوا كانت من خلال مسؤول ملف الإعاقة في محافظة سواج وانتجوا فعلا فيلما تسجيليا دعوا فيها للذهاب لزويل هيمم بالمشاركة السياسية ووفروا من لديهم التعامل مع طرق الإشارة في كل لجنة كان هناك كرسي ووفرة بسهولة لتسير هذه المهمة على كل حال المشهد ماذا لقائما تتقاطر في هذه اللحظة على الانتخابات هنا في سواج نحو ألف لجنة فرعية 670 مركزا انتخابي عدد كبير من المشاركون في العملية الانتخابية يدلون بصوتهم ألان حسب التقارير التي تأتي إلىنا من غرفة العمليات الدولة الجهة التنفيذية بكل مؤسساتها هي على مسافة واحدة من كل المرشحون في هذه العملية الانتخابية ثلاثة مليون من أهل سواج رقم قياسي للغاية يستحقون هذا الرقم الكبير في برلمان القادم 27 مطعدا نصفهم تم إنجاذوا عملية نحو 13 في الانتخابات القوامية يتبقى الآن 14 مقعد يتم التنافس عليه العالمين الزميل عوض الغنام ورسلنا من سواج شكرا نجزي لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة وبدور أشكر جميع الزملاء الذين كانوا معي في هذه الجولة الزميل محمد عبد العزيز كان معي من محافظة البحيرة وأيضا الزميلة سرية سين كانت معنا من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة الزميل محمد باء كان معنا من الجيزة وأخيرا عوض الغنام كان معنا من سوهاك شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار في الأيام القادمة خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرنس شدد مدبولي على تفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات وتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمواجهة التغيرات الطريقة في التقص وفيما يتعلق بمتابعة موقف انتشار بيروس كورونا شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالبيروس وأيضا انتظام العمل بها بوجه عام إلى جانب تأكدين من توفر مختلف أدوية بروتوكولات علاج الفيروس المعتمدة من وزارة الصحة وحول ملف التصالح في مخالفات البناء أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح وصلت إلى مليونين وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف طلب مشددا على عدم السماح لأي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جانب استعرض وزير الإسكان عاصم الجزائر الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمعة تطبيقها خلال مرحلة الانتقالية التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وأشار الجزار إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ رفع حضر أعمال البناء بالمدن وتهدف إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة الأمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستثارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية وفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على إتاحة 300 مليون جنيه لجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة في الإسكندرية خلال اجتماع لمتابعة التحديات المتعلقة بموسم الأمطار طلب مدبولي المسؤولين بوضع تصور متكامل الأبعاد حول كيفية رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والأمطار في الإسكندرية ضرورة إيجاد حلول فورية والبدء في تنفيذها مع مراعاة حصر التجمعات العشوائية بالمحافظة والتي لا تغطيها شبكة الصرف الصحي كما طلب رئيس الوزراء المسؤولين بإعداد مقترحات فورية لتعامل مع هذه المناطق أو التجمعات خلال فترات التقس السيء لتنفيذها بشكل عاجل مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أي مشروعات عاجلة في هذا الصدد ثبتت مؤسسات التصنيف الإتمانية الدولية تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يؤكد مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية مع وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وكالة ستاندرد أند بورز أشارت لأن نظراتها المستقبلية المستقرة لمصر تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتبارا من عام 2022 مدعوما بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فيما توقعت وكالة فيتشان يشهد النمو الاقتصادي لمصر تحسنا ملحوظا مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع بينما توقعت مدز أن يتحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشهدت صحيفة انفاستو جي الإيطالية بنمو الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا مؤكدة أن مصر تستعيد ثقة الأسواق بها أشارت صحيفة إلى أن الجنيه المصري يمكنه أن يفخر بعد ارتفاعه بنسبة 3% مقابل الدولار موضحة أن وباء كورونا لم يسبب ركودا لمصر ولذا يجب النظر إلى سوقها السيادي باهتمام أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لهلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد العام الدراسي الحالي واستبدالها بأبحاث وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن مشيرة إلى استعداد كافة الجامعات والمعاهد لإجراء الامتحانات وفقا لنظام التعليم الهاجين سواء ورقيا أو إلكترونيا من خلال المنصة التعليمية مع الالتزام بتضييق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا أعلنت وزيرة التضامن نفين القباج نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائق الحفلات المدرسية حيث تم الكشف على 720 سائقا خلال الفترة من 27 من أغسطس وحتى 22 من نوفمبر الجاري بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوت والبحيرة وأوضحت القباج أنه تبين تعاطي 19 حالة من السائقين للمواد المخدرة مؤكدة أن من تبط تعاطي للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة وأكدت القباج استمرار تكثيف حملة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائق حفلات المدارس وجهت وزيرة تضام الاجتماعيين فينا القباج بتقديم الدعم اللازم بشأن استغاثة مواطن مسن يحتاج لعرض نجله من دول احتياجات الخاصة بشكل مستمر على استشاري مخ وعصاب وفي هذا الإطار تقرر اعتماد مساعدة مالية بقيمة 300 جنيه لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي كما تقرر عرض المواطن على أحد استشاري جراحة المخ والعصاب والعمود الفقرية بالبدرشين دون تحمل أي نفقات كما تم تنسيقه مع منظومة الشكاوى الحكومية بشأن متابعة الحالة الصحية للشاب بأحد المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة فضلا عن توفير كرسي متحرك له علما بأنه يحصل على معاش تكافل وكرم أكد محافظ شبال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة تضمن الدولة بجميع أجهزتها مع أهالي قرية الروضة وذلك بمركز بير العبد بشمال سيناء وعلى المحافظة أن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية قدمت 164 مليون و700 ألف جنيه كتعويضات ومشروعات في الروضة مشيرا إلى تنفيذ مشروعات تنموية في القرية شملت إعادة تأهيل المنازل وإنشاء محطة مياه ومجمع خدمي ومركز شباب وغيرها من المشروعات أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية التصالح حياة في مرحلتها الأولى والتي تضم تسع محافظات حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة في محافظة البحيرة لتخفيف اللعب عن كهل الفئات الأكثر احتياجة ومحدود الدخل وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطن الأولى بالرعاية في التجامعات الريفية المستهدفة قالت المؤسسة إنه تم في اليوم الأول للمبادرة في محافظة البحيرة فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح ل43 حالة ضمن مبادرة التصالح حياة وذلك في مركز أبو المطامير أوضحت المؤسسة أنه تم استقبال الأهالي وفرز الأوراق ومراجعتها من قبل فريق مؤسسة حياة كريمة وصنع الخير للتنمية بتعاون مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية مؤكدة أن المؤسسة ما زالت مستمرة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة في محافظة سهاج وذلك ليومها الثالث على التوالي لسداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالي المحافظة ومراكزها الأكثر احتياجة نستكمل تفاصيل هذه النشرة بعد فاصل قصير أهلا بحضراتكم مجددا أكدت وزيرة الصحة لزايد أن تعزيز النظام الصحي في مصر يسهم في مواجهة تداعيات حوادث الطرق وخلال استقبالها مبؤوت سكرتيري عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق لبحث التعاون للحد من تداعيات حوادث الطرق أكدت الوزيرة وحرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق السلامة على الطرق من خلال المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في مجال الطرق والكباري بمصر مما يساهم في خفض نسب الحوادث خلال الثلاث سنوات الأخيرة هذا وقد أهدت وزيرة الصحة درع الوزارة للمبؤوث الأممي والذي أشاد بجهود وزيرة الصحة كما أعرب عن سعادته بالاهتمام بالحياة الصحية للمواطنين في مصر وردنا الآن هذا الخبر العجل حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء إهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خارد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للتصميمات والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالشابكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة فضلا عن الأعمال الانشائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومخطة تطوير منطقة ميدان رمسيس وقد تم في هذا السياق استعراض الموقف الانشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الحي الدفلوماسي والذي سيدوم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقارات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر حيث وجه الرئيس بالإسراع في القطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة وبحيث يشمل كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطني والمترددين عليه وفق أعلى مستوى كما تم عرض التصميمات الهندسية للمنشآت في مقار القيادة الاستراتيجية فضلا عن المداخل الرئيسية للعاصمة ومتحف مركز مصر التقافي الإسلامي كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الطرق والمحاور والكباري بمحافظة القهرة بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة إلى جانب عرض سير العمل فيما يتعلق بتطوير طريقي القاهرة الإسماعيلية والقاهرة السويسي الصحراوي وأيضا طريق شرم الشيخ الدائري وطرق ومحاور مدينة العريش وطريق تشكي شرق العوينات وضف متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد استعراض المراحل المختلفة للمشروع المتكامل لتطوير منطقة ميدان رمسيس وتطوير الطرق والمحاور المحيطة بها في عدة اتجاهات لتحقيق السيولة المرورية حيث وجه الرئيس بأن يكون هدف المشروع الأساسي هو تطوير المنطقة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث وذلك في إطار من التنسيق الحضري المتكامل قرار رئيس جماعة القاهرة محمد عثمان الخشت إعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الأطباء والتمريضة المتوفين نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا إعفائهم من المصروفات الدراسية وقال الخشت أن هذا القرار يأتي تقديرا لدور أبطال الجيش الأبيض من الأطباء وتضحيات التي ما زالوا يقدمونها خلال المعركة التي تخوضها مصر والعالم أجمع لمواجهة الفيروس وكذا تعرضهم للمخاطر أكثر من غيرهم صيدل الشعب المصري والتاريخ شاهدين على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها الذي استمر لعام فقد شهد عام حكم هذه الجماعة الإرهابية أزمات طحنة عاشتها مصر ربما يأتي من أبرزها أزمة الوقود والتي كانت من أكبر الأزمات التي شهدتها الدولة أزمات مختلفة شهدتها مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية ما دفع المصريين إلى الخروق في الثلاثين من يونيو ثائرين ضدها سياسيا أرادت الجماعة الإرهابية التفرد بحكم البلاد وتسببت في حدوث استقطاب شديد في الشارع المصري خاصة مع حمل جماعة الإخوان للسلاح في أحداث الاتحادية ومحاصرة مؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية ومكتب النائب العام كانت أزمة الوقود من أكبر الأزمات التي شهدتها مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية والتي انعكست سلبا على المخابز وحركة المرور والكهرباء فعانت البلاد من أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة تسببت في تكدس السيارات أمام محطات البنزين في مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة لم يتوقف الأمر عند ذلك فدخلت مصر في عهد الجماعة الإرهابية في ظلام دامس وانقطع الطيار الكهربائي بشكل مستمر لساعات ما تسبب في وقوع خسائر مالية ضخمة في مختلف القطاعات كما كشفت أزمة استوانات الغاز وارتفاع نسبة البطالة آنذاك عجز مرسي وجماعته في معالجة أزمات البلاد فارتفع سعر الاستوانة وتكدس المواطنون في طوابير تمتد لعشرات الأمطار أمام المستودعات فضلا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى أكثر من 13% فترة حكم مرسي وجماعته الإرهابية المرتبكة سياسيا واقتصاديا كانت السبب الأهم وراء تخفيض التصنيف الاعتماني لمصر آنذاك وارتفاع إجمال الدين العام وانهيار الاحتياطي النقدي فضلا عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى أقل مستوياتها حتى وصلت البلاد لحد الإفلاس تعهد رئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن يكون رئيسا موحدا لجميع الولايات الأمريكية وقال بايدن على تويتر أنه لا يسعى إلى تقسيم الولايات المتحدة إلى ولايات حمراء وزرقاء في إشارة إلى الحزبين الجمهورية والديمقراطية مؤكدا أنه سيعمل لكاسبي ثقة الشعب كله في أخبارنا الاقتصادية ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب وربح رأس المال السوقي ثلاثة مليارات ومائتي مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة واثنين وثلاثين مليارا وخمسمائة واربعة عشر مليون جنيه وصعد مؤشر إيجي اكس ثلاثين بنسبة خمسة وعشرين من مئة في المئة كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس سبعين متساوي الأوزان بقيمة ستة وتسعين من مئة بالمئة اشتركوا في القناة اختتمت وزارة الزراعة فعاليات البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي ساسمي والذي تنظمه الوزارة بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة والممول بقيمة واحد وعشرين مليون ونصف المليون يورو أيضا الوكالة الفرنسية بقيمة ثلاثين مليون يورو القطاع الزراعي هام جدا سواء في أوروبا أو حتى في خارج حدود أوروبا مشروع الساسمي الذي يدعمه التحاد الأوروبي هام جدا حيث يسم في تحقيق الأمن الغذائي وخلق وظائف وتنمية وتحقيق التنمية في الريف نحن نتعاون مع مصر في قطاع الزراعي منذ عشرين سنة وهذا المشروع خلاق حيث يجمع بين القطاع البنكي البنوك وقطاع الزراعي من خلال المشروع أسم الاتحاد الأوروبي بمنحة حوالي 21 مليون يورو وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية التي تقدم من خلال المشروع 30 مليون يورو كقروض مشروع ساسمي ده مشروع مهم جدا لأنه بيبين التعاون ما بين الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي مع وزارة الزراعة وأهمية القطاع الزراعي في مصر وأهمية دورنا كوكالة الفرنسية في التعاون مع الوزارة قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بقرد من 30 مليون يورو لدعم المؤسسات المالية بأنها تقدم خدمات وتيسير وصول التمويل للقطاعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة المشروع ده بيأتي في إطار التنمية المستدامة والمشروع ده مهم جدا لأنه بيقدم فرص عمل والتنمية الرفائية هو ده مشروع أهم جدا لأنه بيندرج ضمن الأهداف الأساسية الخاصة بالإستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030 ويمكن من أهم المحاور الخاصة فيها لما بنتكلم على الأمن الغذائي وبالتالي إحنا عندنا بالنسبة للمشروع بتاع السيسمي أو دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة في قطاع الزراعة بيركز على جانبين مهمين جدا إن إحنا مش بنركز بس على الجانب التمويلي لا بنجالب على الخدمات التمولية والخدمات الغير تمولية اللي فيها التطوير للقطر المؤسسية المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بإجمال تمويل 52 مليون يورو ده في مجال تأسير التمويل للتوفير التمويل والدعم الفني للسلسلة القيمة للألبان والأسماك والدعم المؤسسي في مجال الزراعة للمؤسسات المالية المشروع أدى إلى نتائج كبيرة جدا في هذا المجال منها تحسين سلسلة القيمة في الألبان والأسماك وتوفير تمويل لأكتر من 11 ألف عصدي مستفيد بالإضافة إلى عدد من السيدات وتوفير تمويل يصل إلى أكتر من مليار جنيه بالإضافة إلى توفير ضمانات لمليار و300 مليون وكذلك تحسين إنتاج مراكز تجميع الألبان مصانع الجبنة، مزارع سماكية وكذلك إنتاج مفرخ للمحاريات وغيرها من المشروعات في هذا المجال استفادتي للمشروع كانت لديها التجهين التجهة خاصة بيها كمجمع ألبان والتجهة خاصة بمزرعين اللي معي الخاصة بيها الأول أن قدرت في المجمع بتاعي أنقله مرحلة بدائية في التجميع إلى محام مطورة منظمة بتاخد لبن جيد بنظام جيد ده يخصي أنا كمان فتح لي أفاق جدا في شغلي لما طورت المجمع عندي قدرت أن أعمل عقود مع بعض الشركات واشوف منافس لها أكتر من أول بكتير طبعاً أما يخص المزارعين قدرت بعد ما تم التطور في المزارع ويتعمل لهم هاجين كود أن أرفع لهم أسعار وده حبيبهم أكتر وزودوا إنتاج أكتر وزودوا قطعنا عنهم أكتر أكتت وزيرة الثقافة يناس عبدالدائي من الوزارة ستطلق العديد من المشروعات والمبادرات ضمن الاستراتيجية الثقافية الكبرى والتي تعمل عليها الدولة لعام 2021 وأعربت وزيرة الثقافة خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جابر أعربت عن ترحيبها بمشاركة المجلس في الترويج الإعلامية للإستراتيجية والتي تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية مصر 2030 من جاتية أشار كرم جابر الأهمية برامج الوزارة كونها تسهم إلى حد كبير في ترسيخ الوعي بقضايا الوطن خصوصاً بين فئات الشباب ختم النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء رئيس سيسي يؤكد تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج وغيرها من الشركات الفرنسية استمرار التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب بايدن يتعهد بأن يكون رئيساً موحداً للولايات المتحدة لا تبقى مشاهدينا إلا نحيط علم سيداتكم بأن تردد أكسرا نيوز HD و12.303 ومعادل الترميز 27.500 ومعامل استقطار أفقية شكراً لكم من زميلي شادي شاشة ومني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة إلى اللقاء شكراً لكم